كتير جداً بنتكلم على تنسيق القوام وأهميته لكل شخص ومن أحدث التقنيات المستخدمة دلوقتي هي تنسيق القوام ونحة الجسم بالفيزر الفيزر بيعتمد على الموجات الصوتية في إزابة وتفتيت الدهون ودي عملية سهلة وبسيطة ممكن تتم بتخدير موضعي أو كلي بتحتاج فترة نقاها بعدها أيام بسيطة وبعد كده ممكن نرجع نمارس حياتنا بشكل طبيعي ومهم جداً نلبس الكرسي بعد العملية لفترة من 6 إلى 8 أسابيع وأهم حاجة لازم ناخدها بالاعتبار النظام الغذائي والرياضة بعد العملية عشان نحافظ على النتيجة اللي احنا وصلنا له رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نكمل باقي فقراتنا وجع العصب كواخز الإبر جملة بتوصف بيها مشاكل الجزور والأعصاب في الأسنان وبيحس بيها كل اللي عنده مشكلة فيها وما بيقدرش ينام بسبب حالات الألم والوجع الشديد اللي بيمر بيها خاصة دم ييجي الألم في أوقات مفاجأة وغير مناسبة وتفسد علينا وقتنا لكن لكل مشكلة حل وإحنا هنا موجودين عسى نوفر دايماً حلول كل المشاكل بإذن الله عشان كده هيكلمنا الدكتور محمد إبراهيم ضيفي النهاردة عن مشاكل الجزور وأعصاب الأسنان ويقول لنا إزاي نواجهها بأنسب الطرق سلام عليكم دكتور أهلا بك سيديو الحكيم أهلا وسهلا بك إيه بقى موضوع العصب ده وإيه عصب السنة وهل كل سنة فيها عصب ولا أكتر من عصب ولا إيه الحكاية آه طبعاً كل الأسنان اللي ربنا خلقها لنا ببقنا فيها حاجة مسؤولة عن الإحساس عشان خاطر نقدر نحس بالسائع وبالسخل نقدر نحس بالألم فيها لو حصل فيها تساوس فيبقى ده زي إنزار كده عشان ناخد بالنا من سناننا ونروح نهضفهم نحسين نعمة طبعاً العصب ده هو النسيج اللي موجود جوه السنة اللي مسؤول عن الإحساس بيتكون من الأوعية الدموية اللي فيها نهايات البلاتسابلوية يعني بتاع السنة وفيها النهايات العصبية الحسية اللي هي نيرفا السيستم بقى اللي هو مسؤول عن الإحساس وانس من التساوس بيبدأ يحصل في السنة ويزيد ويبدأ يقرب أو يوصل من العصب ده يبدأ بقى المريض يحس بالألم الشديد اللي حالك كنت بتتكلم عنه يعني أنا لو حسيت بألم شديد في درس مساوس أعرف إنه قرب من العصب أو دخل على القناة اللي فيها العصب بالضبط الألم بقى بيتقسم لدرجات فيه ألم بيقى بسيط شوية بيقول لنا ده إنزار مبكر يعني لا ده فيه تساوس بسيط روح ابدأ علجه زي الواجع البسيط اللي مع الحاجات الساعة أو واجع مع الحاجات المسكرة ده لسه بيقى في مراحل التساوس الأولى بس لو التساوس الألم زاد أكتر من كده وبقى يصحيني من نوم بالليل بقى ألم مبرح لأ ما قدرش إنه ناس تحمله أو موجود على طول ما بيروحش ده في الحالة دي خلاص بقى التساوس ده ووصل لغاية العصب والعصب التهب كمان ولازم بقى الطبيب يتدخر ويعمل حاجة اسمها هلق عصب طيب إحنا بنسمع عن تعبير اسمه علاج العصب أو حشو العصب ده عبر عن إيه بتعمله إزاي؟ المفهوم بقى إن إحنا العصب ده ترمى ووصل له التساوس يبقى ووصل له بكتيريا بدأ إنه هو يلتهب جدا 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 يلتهب ده يبقى خلاص لازم يتنظف ويتشايل هو ده المفهوم المرأة فمعنا فيلم هنعرضه أسناها معهاك برضو بتشرح لنا المفروض إن كده الطبيب بيبدأ إنه هو ينظف التساوس الموجود في السنة أيها ويبدأ يشيل الجزء الخارجي من العصب وبعدين يبدأ يشيل الجزء النسيج اللي إحنا كنا بنتكلم عليه اللي موجود جوه الجدور يعني الإبرة اللي بتدخل ده بتنظف القناة وبتشيل العصب نفسه بالضبط بيشيله خالص بيستقصله تماما من السنة وبالتالي السنة خلاص ما يبقاش فيها أي مصدر للإحساس أصلا بالقلب وبعدين يبدأ يحط الحشو يقفل كويس جدا مكان القناة العصبية أو مكان اللي كان موجود في العصب ويقفل المكان ده كويس جدا يسدها آه يسدها تماما آه يسيل تماما بحيث ما فيش أي بكتيره تقدر تخش جوه وبعدين يبدأ أن هو يعوض الجزء اللي كانت تكسر أو سوس من السنة عن طريق الدعمات والحشو النهائي زي ما احنا شايفين كده في الفيديو وكده أنا رجعت تاني لنقطة الصفر خلاص السنة بقت سليمة زي الأول وبعدين بنركب عليها بقى كراون عشان خاطر في ضوء كده استخدمه آه في مرحلة ضوء ده عبارة عن إيه آه أشاعة عشان خاطر تنشف الحشو تخليه هارد وقوي جدا ما يكسر تمام وبعد كده شفنا ركب الكراون الكراون اللي هو التربوش آه آه ده مهم جدا عشان خاطر السنة ما تكسرش انت كده يعني نضفت السنة نضفت القناة العصبية وقفلت السنة وكمان غطتها بتربوش كده وغفرت لها أحمائي خلاص بقى دائمة مستديمة ما قدرش أبدا تاني أو ما فكرش إن أنا أشيلها من مكانها بعد كده تاني هزنوك بقى في السؤال ليه بنحتاج نعمل الحشو ده أكتر من مرة ساعات وليه ساعات ما بينجحشي ويفضل البكتيريا توصل وتعمل خرك تحت الدرس وكلنا بنشوف الحالات طبعا حشو العصب من الحاجات الدقيقة قوي يعني الدكتور اللي بيشتغلها لازم بيشتغل بمجرمينس وبمقاييس كده يعني إحنا الملي والنص ملي في حشو العصب في الأطوال في القناة العصبية بتفرق جدا جدا لأننا لو سبت نص ملي أو سبت ملي من القناة ما تنظفش معناها أني لسه فيها جزء أن العصب الملتهف ده ما تنظفش وبالتالي أنا بعد فترة ممكن بعد شهر اتنين سنة اتنين يبدأ يحصل فيلير تاني يحتاج أعمله تاني ونعيده كمان مرة وده بتبقى حاجة أصعب طبعا من لو أتعمل أول مرة كويس يبقى من الأول لازم أعمله صح وعند حد متخصص بالضبط وهنعرف في الوقت كمان أنه في أجهزة في أجهزة وده اللي فرق دلوقتي عن زمان ده ده اللي فرق دلوقتي عن زمان في موضوع التطور اللي استخدموه في علاج العصب الزمان كان كان الطرق المستخدمة طرق تقليدية قوي يعني عشان خاطر أنا نظف العصب لازم أمسك إبرة كده في إيدي وأعود فترة كبيرة أعمل بها فايلين كده موشن ونظف كويس قوي عشان خاطر أتأكد أنه أنا نظفت كويس الريدنج نفسها الإقريات نفسها اللي أنا بأخدها عشان أتأكد أنه أنا شلت العصب ده كانت بتاخد بطريقة مانية والكده طريقة يدوية ومفيش قياس مفيش قياس إلكتروني بدأنا بقى أن ندخل أجهزة يعني شبه الكمبيوترز يعني اللي شوفناه في الفيديو دي الطريقة التقليدية الطريقة الجديدة بقى اللي احنا بنستخدم حاجات زي كمبيوترز كده صغيرة بقدر أن أنا أنظف بيها وأخد بيها الإيرايات بتاعتي كمان ودي بتوصلني بقى النتيجة البرفكت بقى السؤال ده جاي بس أنا جالي على الفيسبوك الحقيقة سؤال حد بيسأل إمتى نحتاج علاج عصب وهل يتعامل لكل السنان والدروس آه طبعا أي سنة في بقنا طالما حصل فيها تساوس وتساوس ده تقدم ووصل المرحلة اللي احنا تكلمنا عليها دي ينفع نتعملها علاج عصب عديد يعني لو لحقته في الأول خلاص ما بحتاجش أخش في قناة العصب وعشان كدائما ببنونا اللقاية خيروا من العلاج وإن دائما الزيارات الدورية عن دكتور السنان اللي هي كل 6 شهور بتقينا بالمشاكل التانية كتيرة جدا 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 أبسطها يعني أن حتى لتكلفة علاج الأسنان نفسه في المراحل الأولى بتبقى أهدى كتير جدا وأبسط كتير قوي من لو الموضوع طور ودخل في علاج عصب ودخل في دعمات وحشو نهائي وطربوش وما إلى ذلك طب إمتى بتائئس من الدرس أو السنة وإنت راجل بتاع علاج عصب وتقول لا ده لازم يتخلع في المفاهيم الجديدة الموضوع ده بقى قليل جدا يعني إحنا دلوقتي بنضطرش نخلع إلا في الحالات القصة والحالات القصة دي بيكون في المريض فيها أهمل إهمال شديد أوي يعني خلاص الدرس ده سوس وتكسر كله أو نصه وعمل خراج ووش المريض ويرم أكتر من مرة وبقى الجزء المتبقي بقى خلاص من السنة بنسميها مش ريستوربول يعني أنا مش قادر إن أنا أعوضه ما يفعش أعوض في الحالة دي أنا لازم أستقصر للدرس ده وأشيله وأبدأ بقى إن أنا أستعيد مكانه صور في التركيبات أو في الزرع زرع أو غيره طيب أنت حدق جبت سيرة التكنولوجيا لما تقدمت بقى في أجهزة بقى في قياس مزبوط بالضبط فإحنا عندنا برضو مجموعة صور لطيفة كده هنشوف فيها أجهزة هتشرح لنا برضو إيه هي وإيه بتساعدك في إيه وإنت تشتغل تمام طبع ده أول جهاز وده من أهم الأجهزة فيه جهاز اسمه جهاز تنظيف القناة العصبية أو اللي هو الإندوموتور ده زي ما تكلمنا من شوية كان الدكتور ماسك فايل في إيده إبرة في إيده وعمال بينظف بيها هو عمره ما هيقدر بإيده يوصل لنفس الكفاءة بتاعة الماشين اللي هي بتلف بسرعة معينة بتورك معين بعزم معين يخليني أكون متأكد أن أنا شلت النسيج العصبي ده كله ونظفت كويس جدا مكان فالموتور ده بنستخدمه في كده لأنه هو بديل للإبرة التقليدية لأ هي أوتوماتايز إبرة بتركب في الموتور وأنا ببدأ أحركها بطريقة معينة بعث نية التضافي قناة العصب وأضمن أن أنا نظفت القناة كلها كلها مستيب فيها أي حاجة خالص 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 جوا طيب الجهاز اللي بعده ده الجهاز ده ممكن يكون حلت تقريبا 90% من مشاكل حشو العصب بتاعة زمان لأن زمان مثلا نفترض أن الدكتور السنة دي طولها مثلا 20 ملي كان الدكتور بقياس تقديري كده ينظف مثلا ممكن ينظف 18 ملي بس اللي 2 ملي اللي يتبقوا دول ما ممكن يعملنا مشكلة في المستقر بالنسبة كبيرة جدا بعد شهر أو 2 زي ما قلنا أو بعد سنة ممكن تعمل مشكلة الجهاز ده بيجيب إراية تكاد تكون إراية دقيقة بنسبة 100% تقريبا لطول السن بحيث أننا لو اشتغلت به أنا بكون متأكب بنسبة 100% تقريبا يعني ده بنستعمله الأول الأول وبعدين الجهاز التاني الموتور اللي هو بننظف به في بقى جهاز ثالث ده دي طفرة بقى اللي هو اللي احنا وصلنا فيها أو بدأنا استخدامها في آخر سنتين ثلاثة السنة دي لقينا أن هي مش بس مجرد قناة عصبية كده وخلاص لا السنة دي فيها قنوات فرعية كتير جدا وفي قنوات تكاد تكون لا ترى بالعين المجرد أقدر أشوفها عن طريق الجهاز ده ده الجهاز الأشعى المقطعي المريض دلوقتي عشان خطر نوصل لبرفكشن في موضوع علاج العصب لازم أعرف السنة دي عبارة عن إيه فيها كم جدر فيها كم قناة عصبية هل في قناة عصبية لاترل كنالز ولا مفهاش جانبية جانبية الجهاز الأشعى المقطعية بيجيب لي صورة ثلاثية الأبعاد للسنة أقدر أتحرك في السنة يمين وشمال بقطاعات طولية وقطاعات عرضية أشوف كل ملي كأنك مسكها فيه بالضبط في الحالة دي أنا عندي بقى كل الأرمامنتيرين بتاعتي عندي الأشعة شايف السنة كويس جدا عندي جهاز اللي بيقيس طول السنة عندي الجهاز اللي بينظف السنة فأنا عندي كل الداتا ففي الحالة دي قدر أننا أعمل حشو عصب بكفاءة عالية جدا طيب بعد ما منحش العصب بقى التكملة برضو ومصير السنة مصير السنة دي وتعيش قد إيه زي ما تجي في الفيديو الأول كده إحنا شلنا العصب شلنا العصب خلاص يعني أصبحت سنة بريتل آه نان فيتل نان فيتل هيش حيوية بالضبط كده السنة نان فيتل كلام ثيوريتكل يعني أن هي بتبقى بريتل شوية أو سهلة أن هي تتكسر أكتر من بقية الأسنان الطبيعية لو ربنا خلقها فبالتالي لازم أعمل لها كفر ولازم أعمل لها دعاين ودي الخطوة اللي ناس كتير جدا بتكسل أن هي تعملها بعد ما وتخلص حشو العصب خلاص أنا لو أجع روح فأم بيروحش عن الدكتور بعمل حشوة عادية وخلاص وخلاص لا وده مش كافي أن في 80% أو 85% من الحالات أنا لازم أغطي أو أكفر السنة دي بكراون فول كفر إيه اللي يحصل لها لو ما تعملش تتكسر 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 وبتيجي على أول سبب يعني ممكن المريض دي يجي يقول لي دكتور السنة قسرت وأنا بأكل حاجة يعني بيقتمعيش آه طريق أو لبانة يقول لي سنة قسرت بس هي بريتل هي مرة في التانية في التالتة تبدأ يحصل فيها كراكس شروخ بكتور في مرة ضعيفة جدا تروح مكسور وده من أهم الحاجات إن الكراون ده مش رفاهية الكراون ده تستكمال للعلاج عشان أدي عمر طويل أو فترة عمر طويلة للسنة تقعد معي بقى فترة طويلة وانساها طول حياتي ما تكسرش بعد كده طيب كل يعني سنة حشناها ونظفنا القناة العصبية بتاعتها ممكن تقيش قد إيه لو اتحافظ عليها ما حصلش فيها الشروخ دي فول لايف تايم ممكن تقيش مدعم الإنسان فول لايف تايم الحشو العصب بتعمل كويس وقفلت مكان القناة العصبية كويس ونظفت كويس جدا وتعمله تربوج كراون ده مقفل حل وقوي حول الانسانين والكونتكت بينه وبين اللاسة وبين البقية الأسنان التانية كويس السنة دي سنة طبيعية تماما ومريد يقدر يتعامل معاها بمنتهى الحرية وما فيش تحزين من أي نوع يعني دايما المريد بعدما يخلص طيب دكتور إيه بقى اللي مشاكله لا كل حاجة قل واشرب براحتك زي ما أنت عايز وما تخافش من أي حاجة أنت كده رجعت لنقطة الصفر تاني حافظ بقى على سنانك طيب خطورة أن إحنا يبقى فيه درس أو سنة محتاج على علاج عصب وما نعملوش وما نعملوش ده بيوصلنا بعد فترة من الوقت للاختيار الأصعب هو أن أنا أخلع على السنة أستغنى عنها أصلي السنة سويست جامل جدا بعد فترة وصلت لعصب أنت تحس بقلم شديد جدا كمريد ومش قادر تستحمله طيب أنت تناسية الوجع ده يبدأ الوجع ده يختفي بيت شوية وبعدين تعمل خراج وتلاقي وشك ورم ومنشوف حالات عنيفة جدا مش عايز أقاق يعني أبالغ نهاية ساعات بتؤدي لحالات اختناق يعني لما الوش يورم سليوليتس ووش يورم جامل جدا ممكن تعمل شكل كبير قوي طيب السنة المريض تجاهل ده وكتفى أنه ياخد دواء في البيت مضادة حية ويكتبوا النفس وكده والورم ده راح وتناسى الموضوع هي تبقى السنة تتكسر أكتر وتسوس أكتر لغاية لما نوصل للمرحلة اللي احنا كان لدينا عليها نهاية خلاص بقت non-restaurable أنا مش عارف حافظ عليها اضطر لدينا أخلاعها وستقسلها من المكان طيب فيه خطورة على الفك لا فيه خطورة على الفك طبعا عظم الفك في مرحلة الخراج الخراج ده بيبقى مكان بقى فاضي جوه العظم بقاش موجود خلاص وكله صديد المكان اللي هو الخراج ده فبالتالي العظم اللي في الحتة دي الثيكنس بتاعه والهايد بتاعه بقى أقل إنه هو السمك العظم نفسه السمك والارتفاع أقل كتير جدا ده يدخل المريد في كومبلكيشن تانية إن أنا حتى لو جيت خلاصة السنة دي ممكن معرفش أزرع لأن العظم أقل في الزرعة عظم فك كافي عشان يستقبل الزرعة ويمسك فيها كويس جدا فإدخل المريد في كومبلكيشن أكتر يا بضيع فرصي فرص كتير بضيع فرصي في الزرعة الجيد بزبط يخش بأن أنا لازم أحط الأول بداء العظم الأول واسبها لغاية لما تتحول إلى عظم طبيعي وبعدين أرجع أفتح تاني وحط الزرعة بتاعتني سبحان الله إحنا لسه في حلقة قريب لأن الطب فرص بالضبط كذلك إذا فوتت الفرصة في وقتها المناسب أنت بتفقدها وبتخش الفرصة تانية أكبر من المعنى وبتخش في اللي بعدها أصعب ومكلفة أكتر وبروسيدجر كإجراء بقى جراحة بدل ما كانوا مجرد تنظيف وحشو لسنة بدخلت في إجراء جراحي وانت قلت كلمة جميلة الوقاية خير من العلاج لكن لها ترجمة إن أنا دايما في كشف دوري كل ست شهور فحص دوري أنا بصراحة أقول لك سير أنا كنت بزعا من دكاترة الأسنان لما روح أعالج حاجة وما يقول ليش بقية الأسنان أخبارها إيه ودي حاجة مهمة جدا وبعد شهرين تلاقة ألاقي درس تاني تعامي عمي ما أنا كنت عندك عندك مقلت ليش ليه من الأول ديني ريبورت على بقى كله والاختيار لي أنا صح دي حاجة مهمة جدا عشان كده موضوع تصوير الأشعار المقطعية في غاية الأهمار التشخيص الأشعار المقطعية بتوريني كل حاجة في بقى كل حاجة شكل العظم في البقى كله شكل كل الأسنان التساوسات البسيطة اللي بتحصل والعيان ما بيقاش شايفها بتباني في الأشعار المقطعية مهمة جدا 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 في التشخيص هي مش بنستخدمها لمجرد بس علاج العصب لا دي في كل حاجة دكتور الزراع هيشتغل بيها دكتور الغاسة هيشتغل بيها دكتور التركيبات هيشتغل بيها دكتور حشو العصب هيشتغل بيها في مهمة جدا للتشخيص كل حاجة في مراحلها الأولى بتبقى سهلة جدا وبتبقى سهلة هي حتى حشو العصب في مراحلها الأولى بتبقى سهلة بس لو تساب فترات طويلة الموضوع بيبقى صعب ويبقى مكلف للعيان ومسبب للألم طبعا هي يعني المشكلة لها وجهين ده لازم أكون صريح معك الأول كنا بنروح لدكتور سنان واحد كان بيعمل لنا كل حاجة النهاردة بقى فيه تخصصات وينصح دلوقتي وأكتر من الدكتور جمه كان حضرتك وقاله أنه لازم يبقى تيم ومركز فيه كل التخصصات معناته أنه أنا مش هبقى زبون عند دكتور واحد أنا هبقى زبون مركز عشان يشوفني بتاع التخصصات كلها موجودة بتاع العلاج العصبي شوفني بتاع التركيبات شوفني الجراح بتاع الزرع البريو اللي هما بيعالجوا اللسة اللسة يعني بحيث أن أنا يبقى عندي فايل ملف في حالة بقى كلها أول ما بخش العيادة لغاية لما بخرج أنا متابع مع كل الاسطاف اللي موجود ده ودايما كل ما نلاقي أنه في حاجة بقى فيها سبيشيالتي أو تخصص وفيها كمان سبيشيالتي يعني التخصص جوه التخصص المريض يقامت طويل أكتر لأن الدكتور اللي بيركز في حاجة بس واحدة ويذاكرها ويبقى متمرس فيها جدا ويشتغل فيها حالات كتيرة جدا ممكن توصل لألاف الحالات خلاص بقى أنا عارفه هو بيعمل إيه وهو وصل جدا في مكانه وبيحاولش أنه هو يدلي بدلوه في حاجة تانية هو ما يفهمش فيه بس ياريت ده كله يخش في التأمين يا دكتور عشان التكليف ياريت طبع بس عشان كده دايما عشان خاطر نوفر على الناس التكليف اللي بقت شوية ممكن تبقى زيادة إن هما دايما يبدأوا من الأول يعني دايما دايما الكشف الدولي تنظيف الجيل أقصد حاجة تنظيف الجيل اللي بيتعامل كل ستة شهور ده بيقي من مشاكل كتيرة جدا 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 تخلي الدخل ومريد في كومبليكيشنز بعد كده ويخلي الدكتور بيبص بص بيبص بص كل ستة شهور بيبص بص بزات على الأطفال مرسي يا دكتور محمد جدا شكرا جزيلا انا بشكرك عن معلومات اللي عرفناها وتوضيحك لأسئلة كتير كنا محتاجين نعرف إجاباتها نورتني في الحكيم في بيتك شكرا جزيلا ولو حابين ترجعوا مرة تانية تشوفوا فقرتنا دي اللي تكلمنا فيها عن مشاكل العصب والجزور وأحدى سطرق إلاجها تقدروا تدخله على حسابنا على يوتيوب اللي بيظهر بالوقتي قدامكم على الشاشة وتبعاتوا لينك الفقرة لأي شخص حابين تشاركوه المعلومات والنصايح اللي تقالت النهاردة أغلب الأحيان بنندم على خطوات ما خدناهاش أكتر من ندمنا على خطوات خدناها عشان كده أي خطوة مفيدة ليك والصحتك اتخذها فورا بدون تأخير تأجيل فقرتنا دي كانت آخر فقرة في حلقتنا النهاردة أشوفكم في حلقات جاية وفقرات متنوعة بإذن الله لكم مني أرق التحيات وأشوفكم دايما بعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة